هل الحجامة تفطر؟ هذه مسألة اختلف فيها للعلم الحجامة هل تفطر أو لا تفطر فذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا تفطر الجمهور على أن الحجامة لا تفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا احتجم وهو صائب صائب صائح البخاري وذهب الإمام أحمد إلى أن الحجامة تفطر الحجامة تفطر والحديث أفطر الحاجم والمحجوم والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن هذا الحديث منسوخ أو ضعيف فيه كلام هذا الحديث والصحيح أن الحجام لا تفطر وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم